أكد معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق العلاقات والروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تشهده من تطور ونمو مستمر على كافة الأصعدة بفضل ما تحظى به من رعاية واهتمام من لدن عاهل البلاد المفدة وأخيه خادم الحرمين الشريفين حفظهما الله جاء ذلك لدى لقائي معالي بحضور وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ووزير الإسكان ووزير شؤون الشباب والرياضة سعادة السيد سلطان بن عبد الرحمن المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية حيث نوها معالي بالدعم المستمر الذي تحظى به مسيرة التنمية في مملكة البحرين من المملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية والتنموية بمملكة البحرين وشاد معاليه بدور الصندوق السعودي للتنمية في متابعة وتنفيذ منحة المملكة العربية السعودية الشقيقة في برنامج التنمية الخليجي والعديد من المشاريع التنموية والاقتصادية والاجتماعية والتي تنعكس أثارها الإيجابية على المواطنين وتسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين كما تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين ومناقشة العديد من المشاريع التنموية المستقبلية في مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر